واللغة انجليزية النهاردة ان شاء الله يا شباب هنستقنف الشغل بتاعنا شرح وحل في كتاب المعاصر زي ما احنا شغالين كده بفضل الله يوم الجمعة ويوم السبت من كل اسبوع زي ما احنا شغالين كده بفضل الله يوم الجمعة ويوم الاتنين بيبقى فيه فيديو الساعة سبعة تمام كده يا شباب بنشرح ونحل فيه كتاب المعاصر كنا طبعا بدأنا المنهج مع بعض والنهاردة ان شاء الله هنستقنف الجزء بقى اللي فاضل لنا من لسون ثري كنا بدأنا لسون ثري خدنا ورطة وان الحصة اللي فاتت الفيديو اللي فات والنهاردة ان شاء الله هنكمل بارت تو واتنسوش بقى الاشتراك في القناة وكمان تشتركوا في قناة التليجرام اللي بينزل عليها الشروحات تمام كده وكل الحاجات دي هسيب لك الرواب بتاعتها اسفل الفيديو بتاع النهاردة يلا شباب مع بعض افتح كتابك بقى بيتج فورتي سيفن صفحة سبعة واربعين تمام كده يا شباب نركز كده معايا هيلث بروبلمز تعالى نشوف بقى المشاكل الصحية ايه رب معايا كده الكلمات حرق يعني ايه ربنا يعافينا جميعا حرق يعني بيرن 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 تمام خدش سكريب يعني اتعويرة صغيرة كده سكريب لا سكتبي للجروح بانديد 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 تمام خفازات جلوبز جلوبز نزيف بالأنف ربنا يعافينا جميعا نوس بليد نوس بليد نوس بليد يلتوي او التواء زي ما واحد كده لا قدر الله بيقع رجليب تتني بيتتلوي تمام كده سبريين سبريين بيتقولوا معايا بقى ولا نايمينها سنة رابعة نعايزين بقى نصحصح كده مع بعض سبريين سبريين تمام يا شباب يلا كمل معايا الكلمات الجميلة دي طيب عندنا برضو مجموعة تانية مهمة اول حاجة فيها كلمة الضغط الضغط يعني ايه پنشنغ 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 قولوا ورايا پنشنغ بص الحي ما يقولش برضو پنشنغ 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 مفاصل الجسم جايينز 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 بيبقى في حاجات مهمة جداً عشان لا تقدر الله لو حد اتعور بيبقى فيه مثلاً شاش بيبقى فيه قطن بيبقى فيه مطاهر وهكذا يا شباب كيستالج a bag of ice a bag of ice تمام كده؟ خش بقى على الكلمة اللي في المضارع اللي في المضارع وكمان عندنا الفعل لما يبقى في الماضي يا طرح بعمل ايه؟ معظم الأفعال دي لو تاخد بالك بس قبل مشرح كلها فيها ايه؟ ed يعني قبل ما نقرأ كده تعرف ان الفعل المضارع هو هو في الماضي بس بزود له ed دي اسمها أفعال regular يعني أفعال منتظمة لما يحب أجيب الماضي بحط لها ed يلا ask ask it ask press press pressed cuffed cuffed ايه يا مستر مفيش F خلي بالك انه G H هنا النقط بتاعها كأنه حرف F بالظبط cuffed cuffed sprint 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 يبقى الافعال دي او المجموعة دي ان انا بحط ايه؟ اجيب المضارع احط له ed بقى ماضي الافعال دي بقى بيورى عليها irregular يعني غير منتظمة تلاقي كل فعل كده ليه المزاج بتاعه لما يبقى في الماضي يعني hold يمسك طب ماسك خلاص held طيب hit يضرب الماضي hit ايا مستر دي هيا هيا احنا اتفقنا ان دي افعال ايه؟ غير منتظمة كل فعل ليه مزاجه يا شباب hold held hit hit fall fill fall fill redo redid redo redid طبعا fall يعني اسكت fill يعني اسكت redo يعيد فعل الشيء يعمل الحاجه مرة تاني redid معناها اعادة فعل الشيء تمام كده يا شباب؟ خش على مجموعة حروف الجر البروبوزيشنز الجميلة بتاعتنا والتعبيرات الحلوة طيب hit here on the back اضربها على دهرها لسه هنشرح الكلام ده يا شباب hit here on the back hit here on the back طيب يدك مفتوحة with your hand open with your hand open with your hand open قول يا ابني الله with your hand open with your hand open تمام هو هنا الحتة اللي بتتكلم يا شباب على مشاكل الصحية لما حد بيكوح مش عارف ياخد نفسه تمام كده؟ بيكوح ومش عارف ياخد نفسه فبيقولك انك انت تضربه كده ضربات على ظهره بس طبعا بالراحة يعني الدربات اللي تخليه ايه؟ الكوح هتبطل وانه الحمد الله يقدر يتنفس كويس تمام كده؟ وطبعا لما تتضربه يكون ايدك مفتوحة لسه الكلام ده ان شاء الله هنشرحه دلوقتي be a kind friend be a kind friend يعني يخليك صديق عطوف fall over fall over يسقط ارضا يقع على الارض put on put on يرتدي يعني يلبس الهدوم بتاعته put on تمام كده؟ يبقى يرتدي تعالى نبص على health problems health problems مشاكل صحية او مشكلات صحية بيقولك your friend has a burn on his hair hand يعني انت شايف الولد دوت ماله ينهر بياد شايف الحتة دي؟ ملسوعة فيها burn فيها حر الظهر بقى لمس النار بتاعت البتجاز او لمس الحلة والحلة سخنة طلع منها البخار اهو يبقى تلسع اللسع دي يعني حرق كده الحمد لله ربنا عافينا جميعا هو الحرق بيبقى حرق بسيط بس ربنا طبعا يعافينا جميعا منه تمام كده your friend has a burn on his او hair hand يعني صديقك له حرق او مصاب بحرق في ايديه تمام كده؟ او صاحبتك لها حرق في ايديها يا ترى السليوشن ايه؟ الحل ايه يعمله ايه يا جماعة؟ بوس يا سيدي hold the hand under cold water for ten minutes يعني ايه؟ يعني hold دي يعني ضع يعني حط ايديك تحت المية الساقة لمدة عشر دقايق ضع the hand اليد under يعني تحت cold water المية البردة for ten minutes لمدة عشر دقايق وبعد كده ان شاء الله هتخف تمام؟ تو خش على الصورة اللي بعديها يا ترى الصورة اللي بعديها دي فيها ايه؟ اه دي بنت يا نهربية عمالة كح ومش عارفة تاخد نفسها كويس بيقولك بقى ايه؟ your cousin نعم يا مستر your cousin cousin دي يعني بنت عمك او بنت خالك your cousin بنت عمك can't breathe مش قادرة تتنفس she is coughing وعمالة كح يا ترى السوليوشن ايه؟ الحل ايه؟ بيقولك hit hair اقبطيها بقى on the back على ظهرها with your hand open وإديك مفتوحة وطبعا اخبطها خبطات اللي تخليها ان شاء الله تبطل الكحة وتقدر تتنفس كويس تمام كده؟ فش على اللي بعده ايه الصورة دي؟ يا مستر صورة ده ولد واقع على الارض وماسك ايه؟ ماسك رجليه الظاهر رجليه التوت يعني التنت ينهر ابيض فطبعا ايه زعلان وموجوع your brother اخوك ربنا يعافي الجميع spread his food يعني ايه؟ اصيب بلتواق في القدم استوليوشن الحل ايه؟ press a bag of ice on his food يعني حط كيس من التلج واضغط عليه في الحتة اللي تلاوت يعني هو دلوقتي مثلا الجزء الامامي من رجله لما وقع وقع على هذا الجزء لو اتنا فطبعا نجيب بقى بسرعة 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 وحطه على المكان بتاع الالتواق على رجله وبعد كده اضغط بهذا الكيس من التلج عشان رجله ايه؟ ربنا يعافينا ما تورمش تمام كده يا شباب؟ تمام تعالى نبص بقى على اعطاء التعليمات giving instructions for help اعطاء التعليمات بغرض المساعدة كله بقى صح صح يا شباب وعايزين كده الناس تصح صح في الفيديو وتذاكر وتحفظ وعندكم الجروب بتاع التفاعلية سيادتك سمع الكلمات وبعدها كده صورها وبعدها عشان اشوفها وصح حالك تمام كده يا شباب؟ احنا يا شباب دلوقتي في صفحة 49 49 تمام كده؟ طيب تعالى نبص على الحاجات الجميلة دي والتعليمات دي بيقول لك في واحد وقى سقط شخص ما واحد كده من اصحابك مثلا يعني ربنا عافي الجميع وقى ورجله اتعورت خليك بقى صديق ايه؟ الله جملة دي جميلة قوي خليك صديق لطيف اول حاجة ايه؟ لو في مجموعة وقعت من اصدقائك او ناس وقعوا او اثنين او ثلاثة تقولهم لو سمحتوا اعودوا كده عشان نقدر نشوف الجرح بالزبط ولو هو واحد بس يبقى اسكهم تو سيد داون اطلب منه الجلوس تمام كده؟ بوتس ان جلوفز يعني البس القفازات بتاعتك ليه عشان التلوص؟ مايحصلش لقدر الله تلوص الحاجة التانية بيقولك يعني ايه؟ يعني اغسل الخدش الجرح السغنان ده الحمد لله اغسله بالمية والصابون بوت اون ابانديت يعني ضع دماضة طبية اللي هي اللزقة الطبية تمام كده يا شباب؟ بوت اون ابانديت بانديت اللي هي اللزقة الطبية زي مسيادتك شايف كده؟ عشان لو في اي ميكروبات ولا حاجة ان شاء الله تقضي عليها طيب تعالى نبص على الحاجة الرابعة قالك the next day اليوم اللي بعده بقى بعد ما نحط بقى الدماضة ونحط بقى اللزقة الطبية دي wash the scrape with soap and water again اغسل الجرح بالمية والصابون تاني redo the band-aid وبعد كده اتفضل حط برضو لزقة طبية تانية كل ده عشان نغير على الجرح والجرح يفضل نضيف ربنا عافينا جميعا وخلي بالكو يا شباب وانتو ماشيين ومحدش يجري عشان لقدر الله محدش يقع طيب تعالى نبص على المشكلات التانية someone has a nosebleed be a kind friend شخص بقى اصيب بنزيف بالأنف ربنا عافي الجميع مراخيره او أنفه يعني بتنزل دم بيقول لكم صديقا لطيفا يا ترى نعمل ايه في هذا الموقف دي معلومات مهمة جدا يا شباب بيقولك ask them to sit down اطلب منه انه هو يجلس تمام button gloves والبس برضو الكفزات عشان التلوث والعدوى hold their nose اضغط على أنفه على كده على أنفه واضغط عليها شوية عشان نبتدي نمنع الدم من النزول number four ask them to breathe through their mouth واضغط منه انه هو يتنفس او طلبي منها ان هي تتنفس من ايه من الفم number five continue penching the nose for five to ten minutes يعني استمر بالضغط على الأنف لمدة من خمس لعشر دقايق تمام يا شباب كل ده عشان نقدر ان شاء الله ان احنا نقضي على هذه المشكلة طيب تعال نخش على الحل بتاعنا بقى الجميل طبعا يا شباب اول واحدة reem is healthy يعني هي بتاعنا بصحتها وصحتها كويسة true reem does sports at the club هي بتلعب رياضة في النادي الجملة التانية اللي انا هقولك عليها reem does a lot of sports at school بتلعب الرياضة بتاعتها at school طب هينا موجودة at school ولا at the club at the club يبقى false لان ده يا شباب معتمد على ايه معتمد على طبعا استماعك للمدرس المدرس يبقى false تمام reem walks to her grandma's house on wednesdays هي بتروح الى جدتها grandma's house on wednesdays ايام الاربع طبعا خلي بالك لما انا هقولك الجملة اللي عندي she also likes walking to her grandma's house at weekend بتروح في نهايات الاسبوع يبقى الجملة دي برضو ايه تبقى false يبقى الجملة دي غلط والجملة دي غلط والجملة دي هي اللي صح وده يا شباب على حسب اللي انا بقوله لك والكلام ده هتلاقي موجود في نهاية الكتاب تمام كده؟ هتلاقي موجود في صفحة 359 الجزء بتاع listening ده 359 تمام؟ يبقى put on a jacket احط جاكت واتر مية ولا بانديت طبعا بانديت اللي هي طبعا لازقة تبية تمام؟ she has a nose bleed هي عندها نزيف في الانف so ask her لذلك اطلب منها to through her mouth انها من خلال فمها يبقى تعمل ايه؟ walk تامشي؟ ولا breathe تتنفس؟ ولا jump تقفز؟ اكيد طبعا تتنفس من خلال فمها a cat is small القطة صغيرة the horse الحصان كبير ايه ده؟ ده فيه تناقض مابلة اتنين القطة صغيرة ولكن ايوه فاكرين ولكن بتاعت الفيديو اللي فات الحصة اللي فات الناس اللي بتابعة معانا كلمة but معاناها ايه؟ ولكن تمام كده يا شباب؟ تمام يا مستر خش حال بعدهم my sister her food so i press the bag on ice on here food يقول لك اختي اتلوت رجليها لذلك ضغطت على هذا الالتواء او على قدمها بكيس من التلج يبقى تلتوي يعني ايه؟ او اتلوت رجليها walked لا burned لا sprint ممتازين sprint بمعنى ايه؟ بمعنى التوت يعني التنت تمام يا شباب خش على اللي بعدهم نادا loves fruits and vegetables نادا بتحب الفكهة وبتحب الخضروات جميل مين بقى فيكم بيحب الفكهة والخضروات؟ الفكهة والخضروات حاجة جميلة ومفيدة للجسم تمام كده؟ هي بتحب الفكهة وبتحب الخضار يبقى هي ايه؟ هي ايه؟ يعني صحيتها كويسة عندها صحة كويسة ولا unhealthy يعني غير صحية ولا هابي مبسوطة طبعا هي بتحب الخضار والفكهة يبقى هي healthy يعني صحية يعني صحتها كويسة تمام كده يا شباب خش على اللي بعدهم rearrange يالله رتب الحاجات الجميلة دي بيقولك my sister ما قالها my sister has هاز ايه؟ a pearl يعني في حرق تمام كده؟ on her arm تمام؟ يعني في حرق ايه؟ على اديها ربنا يا عافل جميع تمام؟ number two be خليك صديق ايه؟ مخلص وجميل be a kind friend الله 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 طيب اللي بعديها loves تحب and chocolate والشوكولاتة fatten ice cream يبقى فاتن ملها يا مستر loves تحب ice cream and chocolate والشوكولاتة تمام كده؟ يبقى رتبنا الترتيب بتاعنا الجميل يا جميل ماشي خش على اللي بعده بيقولك ايه بقى الكلمات الجميلة دي؟ حط الكلمة المناسبة في المكان المناسب كلمة go بمعنى يذهب easy يعني سهل hot يعني سخن scientist يعني عالم تعالوا نبص على الكتعة الجميلة my mom and i go walking أنا وماما بنتمشى in the desert في الصحراء with my dad that is a a dead baba عبارة عن ايه بقى and he likes وبيحب looking at animals بيحب ان هو بقى يبحث عن وينظر الى الحيوانات والنباتات اللي هما بيقابلوها في الجبل اه عارف ليه كده؟ عشان هو عالم هو ايه؟ عالم يبقى كلمة scientist يعني ايه؟ يعني عالم تمام كده؟ the desert is very interesting حاجة كده جميلة وشيقة قوي but ولكن it's very الصحراء مالها يا جماعة لما انت بتمشى في الصحراء يا نهرب يا دي مستر ده الدنيا بتبقى شمس والدنيا حر قوي فين كلمة حر اهو؟ يعني الدنيا سخنة وحر؟ يبقى hot تمام it's very hot الدنيا بتبقى سخنة sometimes احيانا we with my dad every weekend we ايه بقى؟ we easy ولا we go؟ we go طبعا معناها نحن نذهب مع بابا every weekend كل نهاية اسبوع تمام يا شباب؟ لحد هنا الدنيا الحمد لله سهلة طيب خش على القطعة الجميلة I am Adam واحد بيقول انا ادم I am in a willed share basketball team تمام كده at school انا في الفريق بتاع المدرسة بتاع كورة السلة اللي هو طبعا ربنا يعافينا اللي هم طبعا بيعودوا على الكراسي المتحركة تمام كده يا شباب وهو شاطر انه برضو بيمارس الهواية بتاعته وهو بيمارس رياضة عشان جسمه يبقى رياضي we practice نحن نتمرن three times every week ثلاث مرات في الاسبوع تمام I drink cola أنا بشرب المياه الغازية but I want to drink more water أحب بشرب مية أكتر I don't play video games أنا مش بلعب video games عارفين ليه؟ because I am very busy أنا مشغول I like to play with my friends in the park أنا بحب ألعب مع أصدقائي in the park يعني في الحديقة تعالى أول سؤال كده true or false Adam practice basketball five times every week Adam بيتمرن كرة السلة خمس مرات في الاسبوع لو بصت كده على القطعة هتلاقيها كم مرة three times آه يبقى دي على طول ايه؟ يبقى دي غلطة false ماينفعش Adam is in a wheelchair volleyball team آدم في فريق كرة الطائرة تمام كده؟ للكلاس المتحركة هل ده كلام مظبوط هو في كرة الطائرة؟ ولا كرة السلة؟ كرة السلة أهي؟ باسكتبول يبقى برضو دي كمان false تمام Adam is very busy آدم مشغول طبعا true صح كده يا شباب what does Adam want to drink more؟ آدم بيحب يشرب ايه أكتر؟ وقال لك أنا هنا في الكتعة لو تاخد بالك I drink cola باشرب الكولة but I want to drink more water لكن احب باشرب مية كتير يبقى الإجابة بتاعتنا ايه؟ طبعا كلمة ايه؟ كلمة water water يعني مياه تمام يا شباب؟ تعالي على اللي بعديها where does Adam play with his friends؟ بيلعب مع اصدقائه فين؟ وطبعا دي كانت موجودة في الكتعة بتاعتنا موجودة ايه في اخر سطرة تمام كده بيلعب فين؟ in the park هي دي الإجابة بتاعتنا تعال بقى نكتبها تاعت عشان انتو شطار وممتازين يبقى in the park تمام؟ تمام يا شباب يبقى in the park نجي بعد كده بقى matching بقى التوصيل بتاعنا والحاجة اللذيذة my cousin ابن عم sprained يعني رجله التوت تمام؟ but i hurt my leg ولكن انا hurt my leg يعني انا ازيت رجلية او hurt رجلية hurt my leg with water and soap يعني بالمية والصابون bananas and watermelons with gastric juice or his foot طبعا هو هنا طالما sprint يعني لو اوتنى يبقى كده his foot يعني قدمه تمام كده i want to play football انا عايزة لعب كرة تمام؟ but i hurt my leg ولكن للأسف انا ايه؟ عورت رجلية او مثلا ازيت رجلية بأي بقى لأسف بأي طريقة تمام؟ number three wash the scrape اغسل الخدش او الجرح الصغير with water and soap يعني ايه؟ يعني بالمية والصابون تمام كده يا شباب يبقى دي number three my favorite fruits الفواكه بتاعت اللي انا بحبها طبعا bananas and watermelons تمام كده يا شباب ادي عم التوصيل بتاعنا الجميل تمام يا شباب؟ تمام يا مستر احنا لحد كده الفيديو بتاعنا بفضل الله خلص خلصنا لحد listen free تابع القناة لان احنا ان شاء الله بنزل فيديوهات وبنحاول نشوف الحاجات اللي فيها مشاكل ونعمل لها كده فيديوهات خاصة ونفصلها اكتر ونشرحها اكتر ببنا نوفقك يا شباب شارعوا الفيديو بقى الحبايبكو جرانكو وقريبكو والرابط بتاع قنوات الشرح التليجرام هتلاوها اسفل الفيديو بتاعنا النهاردة ان شاء الله شرفتوني الشوية دول والى اللقاء ان شاء الله يوم الجمعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته